اشتركوا في القناة معلومات متجددة من برنامجكم علاجك طبيعي في برنامج علاجك طبيعي دايما متعودين ان احنا بنزود التوعية وبنقولكم الدق على مشاكل تكاد تكون موجودة في كل بيت وفي كل أسرة وفي جميع الأعمار من أكبر المشاكل اللي احنا ملاحظينها في الفترة اللي فاتت في عياداتنا وبنشوفها دايما بصفها مستمرة حتى برى العيادات هي مشاكل الأعصاب الطرفية مشاكل الأعصاب الطرفية احنا مش بنلاحظها ان حد بيجي يشتكي يقول انا أعصاب الطرفية بتوجعني لكن دايما طول الوقت بنسمع دكتورا عندي تنميل عندي شكشكة عندي حرقان عندي واغز مش بعرف هنام من فوران الدم في ايدي بنسمعها كده بحس بنبضة أو بحس بكهرابغة خارج من رقبتي ونازل لحد ايدي بحس ان عضلات ايدي بترتعش مجرد ان انا اعمل اي مجهود حتى لو مسك التليفون حتى لو شايل كيس فاكهة أو كيس خضر وبتمشى بشوية مسك قلم بكتب بيه بلاي ايدي بترتعش ومش قادر ان انا احكم قبضتي شوية بلاقي كمان ناس كتيرة بتشتكى ومش قادر احط رجلي على الارض رجلي فيها حرقان فظيع اطراف الصوابع بنسمع شكاوى كتير جدا طول الوقت وللأسف دايما طول الوقت احنا زي ما احنا بنقول احنا شعب واعي وشعب ومسكف ودايما بند النصيحة لبعض مش محتاجين نتوجه لده كثرة فاول حاجة بتيجي في بال اي حد خد فيتامين انا باخد مضاد التهابات اسمه كذا انا باخد مقاول الاعصاب خد الحقنة اللي بتتاخد مرتين في الاسبوع خد البرشامة دي انا ماشي عليها مقاول الاعصاب اسمها كذا اسمها كذا واسمي الادوية معروفة جدا بالنسبان وبنوصفها لنفسنا وبنوصفها لاصحابنا وقريبنا وبنمشي عليها بس هنا انا عايز اتوقف عند حاجة بسيطة قوي الفيتامينات اللي انت بتاخدها طول الوقت عمال على بطال هل هي مضرة هل هي مفيدة هل هي الحل مجرد ما انت تاخد الفيتامين ده هل كده مشكلة اعصابك تحلت او التنميل ده تحلت احنا لازم نفهم لازم نفهم مع بعض اسباب المشكلة ايه زي ما احنا دايما بنقول نعرفنا سبب المشكلة خلاص يبا كده العرض او المشكلة هتعتبر تحلت سبب المشكلة ممكن يكون ليه عوامل كتيرة جدا عشان كده قبل ما ندخل في اسباب المشكلة واعراضها والحلول استحملونها هنشرح بس حاجة بسيطة بس عشان هنبني عليها كل كلامنا الحاجة البسيطة دي هي ايه هي التهابات الاعصاب عموما التهابات الاعصاب الطرفية دي احنا جسمنا في شبكة اعصاب كبيرة جدا شبكة اعصاب تكون من جهاز عصب مركزي الاساس وجهاز عصب طرفي العصب المركزي ده اللي هو المخ والاعصاب اللي خارج منه في الحبل الشوكي وده من ناش دعوه به في موضوع حلائتنا النهاردة فهنشبه الموضوع بس بتشبيه بسيط عشان حبايبنا كده يكونوا متابعين معنا عامل زي لوحة الكهرباء الاساسية في البيت ده الجهاز العصب المركزي السلك بقى اللي خارج من المفتاح لحد اللمبة هو ده الموضوع حلائتنا النهاردة اللي هي الاعصاب الطرفية العصاب الطرفية او العصب نفسه بتكون من خلية عصبية بتنقل اشارة عصبية زي ما احنا بنقول كده ان اعتبارها ان سلك الكهرباء بيكون مغلف حوالي غلاف اسمه ميلين شيس ده بالنسبة للعصب بينقل الاشارات العصبية من خلية للتانية لحد ما الاشارة دي توصل للعضلة وتغزيها ويوصل لنا هيئمة حركة هيئمة احساس تمام فاذا السبب اللي يخلي فيه خلل في المنظومة دي ممكن يكون العصب نفسه مضغوط العصب نفسه مضغوط الغلاف اللي حواليه زي ما احنا قلنا زي سلك الكهرباء كده حواليه غلاف بلاستيك الغلاف ده لو بدأ فيه تآكل ممكن طبعا نتيجة الاكسادة نتيجة عوامل السن تقدم السن يحصل فيه تآكل نتيجة حاجات كتيرة جدا مرض معين يسبب تآكل في الغلاف نقص فيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين دالو حاجات كتيرة او تسبب ان الغلاف ده تآكل اي سبب يؤدي ان الغلاف ده يتآكل على مرور الوقت يبدأ يحصل التهابات والاعراض الحسان اللي احنا بنحس بيها الجزء الثاني من الموضوع ممكن يبقى ضغط على العصب نفسه يعني لو ضغطت على العصب نفسه بطريقة معينة او العصب نفسه حصل فيه اختناء او ضغط اذا كانت حاجة عضوية او خارجية او داخلية وهنوضحها دلوقت ازاي ممكن يسبب الاعراض دي اذا كانت حاجة خارجية ممكن دي تبقى اسباب عضوية وده ما بيحصلش التنميل في كل الجسم بيحصل في منطقة معينة على سبيل المثال بييجي المريض بيشتكي من قلم فرقابته وبعدين تنميل او اعراض حسية زي ما احنا قلنا عليها في كف الايد او في الاصابع في ايد واحدة مثلا بتبدأ في البداية اذا هنا المشكلة عضوية ممكن يكون انزلاق غضروفي ممكن يكون الفقرات زي ما احنا قلنا في الحلقة التانية لو تفتكروا ما كنا بنتكلم عن الروتين بتاع قلم الرقبة او قلم الضهر نرجع للحلقة دي فصلنا فيها ازاي العضلات بتبقى مجدودة او البوزيشن اللي انت بتاخده ممكن حد بينام بترقى غلط او بيقعد بترقى غلط سبب ده لانحراف في فقرات العمود الفقري او انزلاق غضروفي او مشاكل او تقلصات عضلية ادت ان هي تضغط على العصب وضغط العصب ده ادى الاعراض اللي احنا بنشتكي منها ممكن يكون بقى مش سبب عضو ممكن يكون ده الضغط داخلي الضغط داخلي ازاي العصب او السلك اللي احنا قلنا عليه بيبقى ماشي في طريقه رايح للخلية وحواليه شرايين بيتغزين الشريان ده خرطوم صغير ماشي في الدم فيه كل المواد الغذائية المفروض توصل للعصب عشان يتغزة ازا لو الشريان ده حصل فيه ضغط داخلي زي ايه ضغط داخلي يعني بقى مقفول شوية او مسدود فاذا طريق الدم ان هو يمشي فيه معادش في احسن صورة ايه اللي بيخلي الشريان تتقفل رقم واحد نرجع لنظام التغزين احنا دايما بنتكلم عليه قطرة النشويات واعتمادك على النشويات والسكريات بيعلي نسبة الجلوكوز والسكر في الدم ومن هنا يبدأ يحصل ان الجسم بيقدرش يعمل كنترول على مستوى السكر ده بسرعة فالسكر بيعلى فبيحصل انسدات زي ما احنا قلنا الكوليسترول والدهون السلسية نسبة الدهون العالية كمان والنشويات العالية بتزود الدهون ومشاكلها اللي بتأدي في النهاية لتصلب او انسداد الشريان اذا اما الشريان نفسه يحصل فيه ضغط داخلي من جوه فبقى مقفول فاذا كمية الدم اللي وصلها لعصب ما بقتش كفاية وهنا لازم ناخد بالنا كمية العصب كمية الدم اللي وصلها لعصب ما بقتش كفاية وبقت مضغوطة لكن ما جيتش أنا ناحية المكونات الداخلية او الكيمة الغذائية اللي في الدم إذن هنا لازم أضبط فيتاميناتي أضبط نظام الأكل بتاعي عشان ما يحصلش الموضوع ده طيب الجزء الثاني ممكن يكون الدم نفسه الشريان مش مقفول الشريان اللي رايح يغز العصب مش مقفول ومفتوح لكن الدم اللي فيه قيمة المكونات الغذائية اللي فيه مش كفاية يعني إيه برضو مثال بسيط جدا أنا عبتكلم عن الشريان وحجم الدم اللي فيه أو كمية الدم اللي فيه والقيمة اللي فيه يعني أنا دلوقتي لو جبت لتر مية وحطت فيه نص معلقة شاي كمية الشاي دي هتبقى قد إيه مش هتبقى حاجة غيرا ما نجيب شاي صغير كده اللي بنقول شاي خمسين هنحط فيه معلقة شاي فإذن التركيز اللي جوه السائل قد إيه التركيز ده إحنا رقم واحد فيتامين بالمركب ده فيتامين مهم جدا وكلنا عارفينه بي واحد وبستة وبتناشر وموجود في حاجات كتيرة جدا ممكن يقل مع الوقت؟ آه ممكن يقل مع الوقت ليه التهاب الأعصاب الطرفية والتنميل دايما بيحصل عند مرضى السكر عشان رقم واحد قلنا ارتفاع السكر وقصة الكلمة الغذائية اللي بتحصل دي فيتامين بي كمان بيقل مع الوقت ما بيبدأوا ياخدوا الأدوية اللي بتحتوى على الميت فورمن بتركيزاتها بمعدلاتها فده برضو بيأثر على امتصاص فيتامين بيه تقدم السن بيأثر على امتصاص فيتامين بيه حاجات كتيرة جدا بتأثر مع تقدم السن وقلنا والدهون السلاسية وقلنا كل الأسباب دي بتسبب نقص فيتامين بيه بقى رقم واحد من الأسباب هو تأكل الغلاف هو الضغط على العصب بأي طريقة كان سواء داخلية أو خارجية الشرايين دي يا إما مضغوطة يا إما القيمة التغذوية اللي احنا بنتكلم عليها واصلا ما بتبقاش بنفس التركيز طيب الأسباب العضوية لازم نفرقها عشان هي زي ما احنا قلنا بتبقى في حاجة في منطقة معينة بتيجي ست البيت تشتكي دايما يا دكتور أنا كافي إيدي في تنميل عشان طبعا دايما هي بتعمل واجبات المنزلية بتغسل الإطباء بتعمل مجهود بأيديها فدايما تحس بتبدأ التنميل في أطراف الأصابع وبعدين كافي الإيد وبعد كده يبقى في إيد واحدة وبعد كده يبقى في الاتنين ده ممكن يكون حاجة اسمها كربل تانل سندروم أو متلازمة النفق الرزغي ودايما بنسمع عنها وبيتجه للدكاترة عشان يعملوا تسليك زي ما احنا بنقول بنسمعها تسليك وريد تسليك شوريان هما بيجي يقولون كده المرضى بيشتكوا من كده لكن هو ده بتبقى حاجة عضوية ما لهاش علاقة مباشرة بموضوعنا اللي هو التهاب الأعصاب الطرفية من الحاجات اللي ممكن عضوية في البوزيشن بتاعك كمان انك انت تكون حركتك قليلة ومن هنا لازم زي ما احنا قلنا زي ما بنتبع نظام غذائي لازم تكون في حركة وفي تمارين رياضية عشان سهولة تدفق الدم الأوردة والشرايين والكلام ده كله احنا قلنا المقدمة دي ليه؟ عشان لازم تبقى انت عارف انت بتاخد فيتامين بوناء على ايه انت ممكن يكون الدم فيتامين بي عندك والعناص الغذائية وفيتامين دال والمكونات الغذائية في الدم مظبوطة لكن انت عندك انسدات زي ما احنا قلنا او تسلق في الشرايين فاذا انت مش محتاج اصلا تاخد فيتامينات فاذا هنا انت لازم تعمل تحليل الاول وده تحليل بسيط جدا ممكن تعمله لفيتامين بي 12 او فيتامين بالمركب او فيتامين دال عشان تشوف فيتامين دال ناقص ولا لا او مهما او تعمل مثلا الانيميا عشان تصورة دم كاملة عشان تعرف القيمة الغذائية في دمك او المكونات الغذائية مظبوطة ولا مش مظبوطة العناص الغذائية مظبوطة ولا مش مظبوطة الفيتامين زي اللي انا اعايزها او اخدها اخدها ولا ما اخدهاش الجزء التاني من الموضوع ودي معلومة لازم الناس كلها تعرفها الناس اللي بتاخد فيتامين بيه لو انت اخدت كميات كبيرة جدا لو اخدت طن من فيتامين بيه المركب المركب وعندك مشكلة في المعدة أي أن كانت المشكلة دي إذا كانت حموضة إذا كانت ارتجاع إذا كان عسرة هضمة إذا كان أي مشكلة في المعدة ما بيتسببش ما بيحصلش امتصاص لو أنت بتاخده على هيئة قراص الناس اللي بتاخد حبوب دايما وبرشام فيتامين بي المركب بكل أنواعه ما بيحصلوش امتصاص لو هو عنده مشكلة في المعدة يبقى إذن هنا نتجه للحق على طول اللي احنا بنتكلم في النهاردة مش معنى كده أنك تاخد العلاج أو تاخد فيتامينات وكده مشكلتك تحلت أنا بس بقولك أنه ممكن يكون فيه سبب بسيط أو حتى لو سبب كبير لكن تعرف إنت أخد العلاج وإنت ماخدوش ولازم طبعا بمراجعة أو الرجوع للطبيب المختص بتاعتك حلول المشكلة بتاعت النهاردة وتنقسم لكذا شك أول شك فيها هنتكلم في الحاجات الطبيعية الحاجات الطبيعية اللي أنا أخدها بدون ما ألجأ الأول لأدوية الأول حل اللي احنا قلنا تزبيط النظام الغذائي إزاي أزبط نظام وليكن صيام متقطع عشان مقاومة الإنسولين وليكن ان ترميتنج زي ما احنا قلنا وجبات متعددة عشان في بعض الأوقات الناس اللي عندها الجوع والشبع وإن الإنسولين سبايك يطلع إمتى والكصة اللي احنا تكلمنا فيها على مدى الحلقات في التغذية بقى لازم أزبط نظام غذائي كويس نسبة النشوات فيه تكون معتدلة السكريات أقللها في البداية لو حتى شهر هتبدأ تقلل في الموضوع تدريجي عشان بعد كده نقلل من احتمالية مقاومة الإنسولين ونقلل كمان من تصلب الشرايين والكوليسترول والدهون السلاسية اللي ممكن تأدي بينا للمشكلة دي الزيوت المهدرجة كمان دي عامل مهم جدا وإن كان بعض الناس بتقول إن الزيوت المهدرجة فيها نسبة أوميجا لكن حتة الأوميجا دي برضو فيها كلام كتير قوي بس لازم نعرفه الأوميجا لنقسم لحاجتين مهمين الأوميجا سري والأوميجا سيكس ربنا خلقهم كده يعني إيه واحدة لو زادت شوية تأدي الالتهابات اللي هي الأوميجا سيكس فبالتالي دي موجودة في الزيوت دايما يعني الزيوت اللي موجودة في بيوتنا زيت الدرة وزيت العباد والزيوت عموما موجودة فيها الأوميجا سيكس فبالتالي مما بتزيد عن حدها الأوميجا سيكس بتسبب التهابات شديدة جدا في الأعصاب لكن ربنا خلق كافة الميزان معتدلة فلازم إحنا كمان تبقى الأوميجا سري بمقدار الأوميجا سيكس الأوميجا سري كلنا عارفين موجودة طبعا في الأسماك موجودة جزء منها في المكسرات موجودة في حاجات كتير جدا في الألياف في أكلنا فلازم نوازم ما بينهم الاثنين ودي حاجة من الحاجات الغذائية اللي لازم نهتم بيها هندقل في الموضوع بقى على طول عشان الناس اللي مستنين مننا وصفة أو علاج احنا مش هنقول وصفة لكن احنا هنقول عشان نهتم في فيتامين بي المركب موجود في كل المنتجات الحيوانية موجود في البيض موجود في الكبدى موجود في البروتيني الحيواني موجود في منتجات الألبان بكل أنواعها فيتامين بي كمان بيفضل يتخزن في الكبد لمدة طويلة جدا يعني لو حتى ما خدتش مكمل غذائي فيه فيتامين بي ما فيش مشكلة لو أنا ما عنديش نسبة دهون عالية يعني لو محافظ على نسبة أكلي ومش باخد مكمل فيه فيتامين بي وانا ما عنديش نقص فيه زي ما احنا قلنا عملنا التحليل ما فيش أي مشكلة لأنه بتخزن بكمية كبيرة جدا في الكبد وجسمك فيه مخزون من فيتامين بي وخصوصا فيتامين بي 12 فيتامين بي واحد موجود في كل أنواع الأكل اللي ربنا خلقها من أول رغيف العيش اللي انت بتاكله لحد جميع البروتين الحيواني فالموضوع ما ليوش علاقة برخيص أو غالي ليه علاقة أنك تزبط كمية العناصر الغذائية اللي دخل جسمك ومن هنا بنأكد أنك لازم تتابع مع دكتور وتزبط الضايت بتاعك مش ضايت عشان تخس ضايت عشان توصل لحياة صحية سليمة هنقول بقى بعض الحاجات اللي ممكن يكون فيها مركبات تساعدنا البنجر البنجر طبعا فيه كمية من هو وعصير الرمان فيه حاجة اسمها إلاجة نينز ده بيدعم الأعصاب بنسبة كبيرة جدا هنهتم بعصير الرمان فيه ناس بتحط بنجر على عصير الرمان وفيه ناس بتسلقه وتحطه على السلطة وفيه ناس بتقطعه زي ما هو كده وتهتم به وبتاكله زي ما هو عصير الرمان كمان لو أنت هتاكل الرمان زي ما هو أو هتعمله عصير الحاجات الحمدية بقى زي البرتقان وزي اللمون برضو نهتم بيها لأنها مضادات أكسادة قوية جدا فيه كمان حاجة هنهتم بها ودايما بنصح المتابعين عندي في العيادة ان هم ياخدوا منها وخصوصا بالليل الكوركم الكوركم يا جماعة في وقت كتير جدا يتسيرد له حلقات الكوركم واحنا عارفين المركب بس يمكن حاجات تجارية هي اللي بوزت سمعته فيه مركب فيه اسم الكوركمين الكوركمين الطبيعي اللي موجود في الكوركم بيتاخد بدوز معينة وجرعة معينة يكفيك منها معلقة صغيرة في اليوم حتى لو هتاخده على نص كباية لبن او كباية لبن بالليل هيهد جسمك هيعمل ريلاكسيشن بيقلل من هرمونات الضغط بيقلل من التهابات كتيرة قوي في الجسم وعشان ازود امتصاصه كمان يا سلام لو حطيت فلفل اسود عليه فبيحسن الامتصاص بتاعه فيتامين سي اللي موجود في اللمون والبرتقان كمان مهمة قوي عشان امتصاص الحديد وعشان الأنيميا وكل دي مضادات اكسادة قوية جدا بتساعد على تدعيم الاعصاب وتغليف او اعادة بناء الخلايا العصبية بتمنع حاجة اسمها الابوبتوزيس ان هي تحصل وبالتالي بتبقى عصابك قوية جدا من الحاجات المهمة جدا واننا دايما يعني يمكن الناس عندي في العادة زهق منها عصير الخضروات واساسا في عصير الخضروات المعشوق يعني في الموضوع ده هو البقدونس والكرفس فيه من نسبة الياف عالية جدا بتطرد احتباس السوائل اللي في الجسم بتساعد كمان كمضادة اكسادة قوي جدا الناس اللي بتشتكي منه في الطعم ممكن تغير طعمه بأي طريقة عصير الخضروات وخصوصا خضروات الداكنة من اول اللمون البقدونس والكرفس الخص او الجرجير ممكن تغير طعمه بنعناع ممكن تحط عليه طفاحة خضرة بتغير الطعم شوية يبقى دي بعض الحاجات الطبيعية اللي احنا لو تمنا بيها اولا زي ما احنا قلنا نتحرك شوية ونمارس رياضة نزبط عددنا الغذائية نقلل نشويات نزبط مستوى السكر في الدم وناخد الحاجات دي كمكملات اللي احنا قلنا عليها عشان فيتامين بالمركب وفيتامين دال والحاجات المهمة جدا لتعزيز القوة العصبية وتعزيز الغلاف العصبي وتعزيز تقليل الالتهابات ومضادات اكسادة كلها حاجات مفيدة جدا لازم نعتمد عليها بشكل اساسي في نظامنا الغذائي الحل الثاني هو طبعا هنلجأ الادوية دكتور ولا مش هنلجأ الادوية طب هنلجأ الادوية بدوز او جرعة دي هنا في مجال الادوية وقصة الادوية لازم دايما زي ما احنا قلنا بمراجعة الطبيب المختص لكن في حاجات بتبقى اساسية لو انا ما عنديش مشكلة مرضية معينة وعايز عزز قوة عصابي ففي حاجات احنا بنسمعها كتير جدا وخصوصا في الجمات وفي العيادات وعندنا في العيادة بيجو جايبين برسكريبشن وجايبين وصفة دوائية كاملة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنسمعها هي الالي كارنتين الالي كارنتين معمول عليه كمية ابحاث في الفترة الاخيرة قوية جدا بيستخدم في تعزيز زي ما احنا قلنا قوة الاعصاب وتنشيط الزاكرة العضلية وكمان في ناس بيستخدموه في الضايت لانه اثبت انه ليه علاقة بالحرق او رفع مستوى الحرق كمان والتمثيل الغذائي فالالي كارنتين بيتاخد ممكن اخده بصفة يومية الدوز الطبيعي مثلا هنتكلم في خمسمية لو احنا هناخده مرتين في اليوم ممكن امشى عليه اسبوعين ممكن امشى عليه شهر بانتظام لو انا بشتك من ضعف العضلات ورعشة اليد زي ما احنا قلنا والاشارة العصابية مش مزبوطة والتركيز فالالي كارنتين ليه فواية كتيرة جدا من الحاجات التانية اللي احنا كل الحلقة بنتكلم عنها فيتامين با طيب فيتامين با ده فيه مركبات كتيرة جدا وكلنا عارفينها ومسميات تجارية كتيرة زي ما احنا بنسمع ويعني مش بعمل اعلام بقى كل الناس عارفة الكلام ده فين يورو فيت ونيورو بايون فين يورو بي وفيه الملجة بمركباتها في حاجات كتيرة جدا بتحتوى على فيتامين با 12 وفيتامين با المركب ولو الدكتور نصحك انك تاخد فيتامين با فهو عارف انك انت عندك مشكلة معينة في الفيتامين با عندك انه هو ناقص او هو ما بيوصلش بطريقة مناسبة فبناخده بالجرعة او الدز المكملة غزائيا لللي انا عايزه او اللي انا جسمي محتاجه رقم 3 في الادوية في حاجة اسمها لايبوك اسد واللايبوك اسد ده او الحمض ده موجود في جميع الادوية اللي بتهتم بتعزيز وتنشيط الاعصاب وقوتها والحفاظ عليها من الالتهابات والحفاظ على الغلاف من التآكل ودي من الحاجات الجميلة جدا واللي بتساعد بشكل اساسي حتى الرياضيين بيستخدموه في كل المركبات او كل حتى الناس اللي مشورديين اللي عندهم امراض معينة مرتبطة بالاعصاب لازم هتلاقي الدواء بتاعهم او العلاج بتاعهم في مركب اللي بوك اسد فيه ناس بتاخدوا زي ما هو كده زي ما وجود في السياتوسيد والسيوتكس والمركبات دي او الادوية دي وطبعا فيه منتج جديد مش جديد يعني حديثا هو بقاله فترة في السوق لكن شركة بنتا فارما عاملة المنتج ده اسمه لايبوبنت منتج قوي جدا وعملت فيه ميزة كمان انه هو بديل للادوية اللي انا قلت عليها دي وسعره كمان رخيص جدا وده مش اعلان لي لكن عشان اثبت فعليته وكمان مش بس كده ده هو دامج بقى بدنحكتين احنا بنتكلم عن فوائد فيتامين بي المركب وبنقول اللي بوك اسد فاللايبوبنت متوفر وكويس ورخيص ومروش اعراض جانبية ممكن نستخدمه مثلا لفترة الاوماجا سري والاوماجا سيكس والتفاعل ما بينهم والتوازن ما بينهم اكدنا عليه وبعد ما ناخد نظام غذائي ومكمل غذائي قلنا فيه حاجة مهمة جدا وهي الحركة والرياضة الحركة والرياضة هل الرياضة مرتبطة بالجم بس ولا الرياضة كتمانين علاجية هنا بنتجه بقى المضمنة ودايما ان احنا بننوى عن دور العلاج الطبيعي في كل حلقاتنا ان دور العلاج الطبيعي لا يتجزأ من كل مرض او من كل عرض او من كل مشكلة احنا بنتكلم عنها فاذا انت ممكن تكون مشكلتك عضوية زي ما احنا قلنا زي على سبيل المثال الكربالتانل زي ما احنا قلنا النفق الرصغي زي ما احنا قلنا ضعف عضلات الايد او رعشة الايد فيه تمارين بتتعمل لعضلات الايد وبناخدها زي ما احنا بنقول من اول الكتف الحد صوابة الايد لحد كف الايد لان فيه قاعدة كده في العلاج الطبيعي بتقول البروكسام الاستابلتي بتأدي للدستا الاستابلتي البروكسام الاستابلتي دي اللي هي العضلات الكبيرة يعني أنا لو أتكلم عن رعشة في عضلات الإيد لازم دكتور العلاج الطبيعي تروح له عشان يعمل لك مجموعة من التمارين من أول الرينجي أوف موشن أو المدى الحركي لعضلات الاستبيلايزر الكبيرة اللي هي عضلات الكتف من فوق ومن قدام ومن وراء عشان بالتالي كلما العضلات دي زادت هتأدي للديستال استبيلتي وتأدي لكوة عضلات كاف في إيدك وتمنع الأعراض العصبية اللي احنا بنقول عليها دي هنزل لكم على صفحة الفيسبوك تابعونا وانتوا طبعا متابعيننا دايما تتواصلوا معانا باستفساراتكم هنزل لكم بعض التمارين المهمة جدا الخاصة بالعلاج الطبيعي لتقوية عضلات الكتف وعضلات الكوع وعضلات الساعد والرست مرورا لعضلات كاف في الإيد فيه كمان تول مهمة جدا بنستخدمها حتى في العادات اسمها مجموعة تقوية اليد أو مجموعة تقوية الأصابع واليد دي بتبقى عبارة عن أدوات بسيطة جدا هنزل لكم صورها برضو على الفيسبوك بنستخدمها عشان نعمل تقوية العضلات الكاف والإيد وهنقول لكم الزوايا إيه والتمارين المهمة في الموضوع ده إيه لو أنت محتاج حاجة علاجية دكتور العلاج الطبيعي يقدر يقول لك سبب التنميل ده ممكن ما يبقاش التهاب أعصاب طرفية زي ما احنا قلنا ممكن سبب التنميل ده الدكتور يشوفك يلاقي عندك دوالي والدوالي دي يوجهك فيها لدكتور أوريدة أو أعوية دموية دكتور العلاج الطبيعي يقدر يقول لك الانزلاك الغضروفي حله إيه زي ما احنا شرحنا قبل كده مش لازم أتوجه على طول عملية وجراحة لازم نعمل مرونة بطريقة معينة نعمل تمرين تحمل إزاي نحسن الكتلة العضلية والمستوى العضل إزاي ومن هنا طالما ذكرنا العلاج الطبيعي ودور العلاج الطبيعي أنا بهني طبعا دكتور علاء بلبع عن مؤتمر لا إعاقة كان في النسخة الخامسة وكان لنا شرف كبير جدا إن احنا كنا متوجدين في المؤتمر وعملنا تغطية جميلة من أول يوم المؤتمر لحد آخره والمؤتمر كان حضروا ناس من جوة مصر وبرا مصر كان شرفنا طبعا باللقاء مع شخصيات كبيرة شخصيات عامة شخصيات لها ثقل بتاعها الإعلامي في الميديا وفي مجال الطب كمان وفي مجال الصحة وفي مجال العلاج الطبيعي دكتوريتي بتشرف بيهم ودايما راية العلاج الطبيعي مرفوعة واللي بيظهرها أكتر للعالم المؤتمرات اللي زي كده مؤتمر كان اسمه لا إعاقة في النسخة الخامسة لي عملنا له تغطية كويسة جدا وكان فيه ديبيتس وأوراق علمية وموضع جديدة بنتكلم فيها عن دور العلاج الطبيعي مش بس في الأمراض العصبية والأمراض العضلية والحاجات اللي الناس كلها عارفاها كانت فيه موضع جديدة زي العلاج الطبيعي والإدمان زي العلاج الطبيعي وأمراض الفك زي الجراحات المختلفة جراحات الكتف وجراحات الكوع هعرض لكم جزء بسيط جدا من تغطيتنا للمؤتمر وتابعونا على الصفحة عشان ننزل لكم كل جديد ودمتم دايما سالمين ومعنا فيديو بسيط من مؤتمر لا أعاقة للنسخة الخامسة للمؤتمر اشتركوا في القناة 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 وبالشفى لكم بإذن الله خليكم دايما متابعيننا على صفحتنا وبعتمنا استفساراتكم هنرد عليها دايما في حلقتنا وعلى الصفحة وانتظرونا في الحلقة الجاية من برنامجكم عليها جاك توبيه اشتركوا في القناة